دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش إلى وقف دائرة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط وقال ستيفاندو جاغيكا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن جوتارش يستنكر أي عمل انتقامي بالمنطقة وأضاف المتحدث الأممي أن جوتارش يناشد المجتمع الدولي بالعمل لمنع أي تطورات تطور آخر قد يؤدي لعواقب مدمرة على المنطقة وخاركها المتحدث أن تنقامي تجارب باسمه